امريكية موجودة في القارة الأوروبية. بي نتاوش نمشي. نحن نواصل. بي بي سير سير. خاطر عندي يونجل اخر مهم يسير. اه اه انا اقول انه امريكا هي المستفيد الاول ومعها روسيا. اه اول اول اه اه ردة تفاعل صارت في على المستوى الاعلام في فرنسا. قالوا من انتصر ليست مارين لوبين. وليست اه معناها جودان مغبيلا بل اه اه بودمير بوتين. علش? لانه كما قال السيد العميد. نرجع شوية للتاريخ قبل. قبل الحرب العالمية الثانية. من هي القوى العظمى في العالم? هي فرنسا والمانيا وغيرا. بعد ما وفيت الحرب العالمية الثانية التي كان الجزء الاكبر منها صار في اوروبا. في اوروبا. شكون الدول العظمى الاتحاد السوفيتي وامريكا. خرجت القوة العسكرية والاستراتيجية من اوروبا. ومشيت الى الشرق والغرب. اليوم القوة الاقتصادية الاوروبية ستنهار بعد هذه الانتخابات وبعد هذه الحرب في اوكرانيا. وستتحول روسيا وامريكا هما المنتصرتين الحقيقيتين على جثة الاقتصاد الاوروبي. هذه هي مسألة ناخذها بعين الاعتبار لنفهم الى اي حد الى اي حد. كل هذه المعارك التي تريدها امريكا على الارض الاوروبية كيف سهمت في ضرب الاقتصاد وضرب القوى الاوروبية. واحزن لذلك اليوم عندما انسحبت فرنسا من الساحة والصحراء من كل الدول التي كانت موجودة فيها منذ مية وعشرين عام. من اخذ مكانها الروسي الامريكيان. بي. هذي خير سهلت للسؤال اللي بعده دكتورة فعطبيب لانه احنا ركزنا على فرنسا والانتخابات السابقة الاوانات في فرنسا لكن تدعيات هذا التصويت لليمين المتطرف في فرنسا في ايطاليا في المانيا في التدعيات على الاتحاد الاوروبي. وكيف سألت سيد العميد يقول لي امريكا هي الربح الاكبر لان امريكا يعنيها الاتحاد الاوروبي ولحمة الاتحاد الاوروبي والشراكة المميزة بين فرنسا والمانيا. تدعيت تهيذي الكل على الاتحاد الاوروبي في الكونجنكتور الحالية في ما يجري حاليا وقت اللي زيدا هيدا هيدا الكل واحنا حاتين في بالنا ما يقعوا بين روسيا واوكرانيا ما يقعوا الان في غزة والصين ولبعده. اولا ساعة الحرب الاخرانية في اوكرانيا وثم شيء اللي قاعد يصير اليوم في علاقة بغزة بينا ان هذا الاتحاد الاوروبي هو مجرد مجمع اقتصادي ومالي ولا علاقة له بالجو السياس. لم تتحول اوروبا الى فعل سياسي يتكلم بصوتا واحد. هذا اولا. ثانيا اللي همنا نحن في علاقتنا بغزته. تبين بالكشف ان هناك دول اوروبية فهمت الدرس ولم تتعامل مع الاوليجارشا المتصاهنة داخل بلدانها كما اسبانيا وايرلاندا وغيرهم الاخيري واعترفوا بالدولة الفلسطينية المستقلة. لكن هناك دول يبدو انها لم تقطع نهائيا مع ماضيها الاستعماري. فرنسا والمانيا. والى حد الان رينا الى اي حد وصلوا هذي هذه الدول في المغالاة اصلا في مسانة الصهاين. بالنسبة والكلام اللي قلت سيادة كنتي حول الصعود هذين طا اليمينيين. هناك مفارقة عجيبة. راهم اليمينيين المترفين في معنا في اوروبا لا يؤمنون بالاتحاد اوروبي. ويرفضون ما يسمى باتفاقية ماستريتش. ولاح لحاجة وسادة انه خمسين بالمئة فقط في فرنسا لا مشاركوا في الانتخابات لانه الخمسين بالمئة اخرين لا يؤمنون باوروبا. وبالرغم من ذلك الخمسين بالمئة اللي شاركوا في الانتخابات هذية ثلاثين بالمئة منهم. مشاولي. اصواتهم لمنهم ضد اوروبا. يعني الاتحاد اوروبي كما عارفناه كمشروع كبير ومعناها عنده ال 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 فيه النخب هذا انتهى وأمريكا لا تريد اتحاد أوروبي قوي تريد اتحاد أوروبي في أقل ما يمكن من التنسيق بالطبيعة حتى تتمكن من التفاعل بشكل مباشر مع كل دولة على حدة لأن ما تحبش أن يكون فيما كتلة قوية يمكن أن تزحمها وأحزي على ذلك اليوم هو أنه أمريكا نجحت في شيء مهم ما تحث شعلي برش الناس هو أنه أصبحت اليوم ألمانيا وصناعة ألمانيا مربوطة بالأمريكان وبما يعطيه الأمريكان من غاز ومن معناها ومن بترول إلى ألمانيا واللي قاعد تشري فيه بأضعاف ما كانت تشري فيه من عند من عند روسيا أربعة ضعاف يعني صحيح أربعة ضعاف سيد العميد صحيح هذا ما جعل اليوم أوروبا أصبحت باختيار هذه النخب التي تم الاتيام بها لتحكم هذه الدول الأوروبية من غير ما يكون عندها حتى عمق شعبي مكرومة كان يعني مثل حتى شيء على مستوى الحزب وغيره وبالتالي هناك اليوم إعادة تشكيل للخارطة السياسية داخل كل بلد أوروبي من أجل أن تصبح أوروبا حلما سابقا وأن تتحول هذه الدول كما قلت سيدك سيد العميد تتحول إلى دول تابعة لأمريكيا ويمكن أن تفرض هذا الحاكم أو ذلك وبربما أنها فقط نقطة لنحب أن أكد فيها راهوا هذه الشعوب ليست ليست غبية ستمر بهذه التجربة وستكون الانتخابات القادمة خاصة في فرنسا انتخابات سيبين فيها الشعب الفرنسي أنه استوعى بالدرس ولن يصوت لليمين المتطرف خمسين بالمئة الشعب الفرنسي وفيها على الأقل أكثر من نصف سينزل إلى الانتخابات وما نعلمه جيدا هو أنه في الانتخابات الأوروبية هناك دائما ما يسمى بالانتخاب العقابي لكن في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرنامانية يكون عموما الأوروبي والفرنسي خاصة أكثر عقلينية عقلين يعني ما نستطيع نفس النتائج بنفس الوحشية اللي صارت في الانتخابات الأوروبية اشتركوا في القناة